السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى إنهاء الجزء الرابع Nodes, Branches, Loops and Meshes بمثال تطبيقي والمطلوب مني في هذا المثال How many Nodes How many Branches وكم عندي من Loop مطلوب مني كم عندي من Nodes يعني كم عندي من عقدة كهربائية داخل هذا مطلوب من هذا السيركت كم عندي كذلك من Brunch يعني كم عندي من فرع وكم عندي من Loop يعني كم عندي من مصار مغلق داخل هذه الدارة الكهربائية بالنسبة للعقد الكهربائية في هذا السيركت نلاحظ أن هذه النقطة تربط بين مصدر الجود VS وبين المقاوم الكهربائي R1 فإذا تمثل هذه النقطة هي عقدة كهربائية أسميها نود رقم واحد وهذه النقطة والتي تليها والتي بجانبها تمثل كلها نفس النود لماذا؟ لأن بينهما هنا وبين هذه العقدة وهذه العقدة هنا ليس هنا أي مكون كهربائي وبالتالي وقع ربطهم على نفس السلك ليمثل نود رقم اثنان ونلاحظ في أسفل الدارة الكهربائية أن كل هذه النقط تمثل عقدة كهربائية واحدة أسميها نود ثلاثة ولم يقع التفرق بين هذه العقدة أو هذه أو هذه أو هذه لماذا؟ لأنهم كلهم متصلون على نفس السلك وليس بينهم أي مكون كهربائي فوقع جمعهم في نود سميتها النود رقم ثلاثة ليكون المجموع في هذه الدارة الكهربائية ثري نود لنحتسب الآن كم عندي من فرع كم عندي من برانش من مكون كهربائي داخل هذه الدارة الكهربائية نلاحظ أنه هنا عندي مصدر جوت وهو البرانش رقم واحد عندي هنا في أقصى اليمين مصدر طيار ثابت وهو البرانش رقم اثنان وعندي ثلاث مقاومات كهربائية ليكون مجموع البرانش في هذا السيركت فايف برانش وآخيرا لنحتسب كم عندي من لوب يعني كم عندي من مصار مغلق داخل هذه الدارة الكهربائية مثلا لو نبدأ بالنود A فألاحظ أنه سأبدأ بالنود A سوف أنتقل سأمر سأمر إلى أن أرجع فيكون هذا اللوب رقم واحد كذلك لأنني اخترت النود A كبداية سأبدأ بالنقطة A سأمر وسوف أرجع إلى نفس النقطة فتمثل لهذه إذن اللوب رقم 2 ونفس الشيء إذا بدأت به هذا النود أمر على كل المكونات الكهربائية التي تعترضني أواصل المسار إلى أن أرجع إلى نفس النقطة التي بدأت بها فتكون هذه هي اللوب رقم 3 ليكون مجموعة اللوب داخل هذا السيركت 3 لوب مجموعة مجموعة مجموعة